اشتركوا في القناة قد تستارك عملية التجوية فترة زمنية طويلة يا طرى صح ولا طرى صح لو احنا فاكرين عملية التجوية ديت عبارة عملية تكسير وتفتيت الصخور الى قطع صغيرة اللي انا ما سمع الحصى او اللي هي حبات ايه الرم ونخلي بالنا العملية ديت انها بتاخد فترة طويلة علشان بيكون عملية بطيئة بتستارك اللي هي سنوات علشان يبدأ يتضح الاصر بتحالمين على الصخور رقم اتنين يعتبر الفحم النباتي من انواع اللي هو الوقود اللي هو الحفري هل الكلام ده صح ولا غلط طبعا كلام ده غلط طبعا احنا عارفين اللي هو الفحم النباتي من انواع الوقود مين اللي هو ايه الحيوي يبال حفري ده غلط مكانها مين اللي هو ايه الحيوي رقم ثلاثة يستهلك النفط بمعدل اسرع من امكانية تجدده طبعا صح تستخدم الطاقة الداخلة للأجهزة الكاملة دون فقد أي جزء منها طبعا كلام ده غلط احنا عندنا طبعا في حاجة اسمها اللي هي الطاقة المفقودة الطاقة المفقودة والطاقة المفقودة دي تكون طاقة صوتية أو طاقة حرارية وضح مخرجات الطاقة الأساسية في كل من اول حاجة اللي هو المصباح احنا عارفين المصباح بيحاول الطاقة اللي هي القهربية إلى طاقة ضوئية وهنا عاوز مين؟ عاوز المخرجات بس فهنا اقوله المخرجات بتاعت اللي هي الطاقة مين؟ اللي هي الطاقة ضوئية الطاقة الضوئية الحاجة التانية عندنا اللي هو مجفف اللي هو الشعر اللي هو الاستشوار طبعا ده بيحاول الطاقة اللي هي القهربية إلى طاقة ايه؟ حرارية فقوله الطاقة الحرارية عشان يطلع لإيه؟ اللي هو الهواء السخن اللي هي الحرارة اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد العوامل التالية تؤدي إلى تجوية الصخور دون أن تغير من طبيعة مكوناتها ما عدا حاجة واحدة بس يطرى مين يطرى الأمطار الحمضية ولا الرياح ولا السلوك ولا جزور اللي هي النباتات طبعا هنختار مين اللي هي الأمطار مين اللي هي الحمضية طب ليه علشان الأمطار الحمضية مين اللي هي التجوية اللي هي الكيميائية إنما عندنا الرياح والسلوك وجزور اللي هي نباتات دي بسمالية تجوية اللي هي الميكانيكية رقم اتنين ناتج نقط من تحلل بقايا النباتات الجافة نباتات مين اللي هي الجافة فعندنا أول حاجة اللي هو مين اللي هو البنزين طب المنزين كان بيتكون من اين من تحلل بقايا الحيوانات البحرية اللي هي القديمة بعد موتها ودفنها ايه سريعا بعيدا في قاعة مين في قاعة اللي هو المحيط فإذا دي ما تنفعش معنا رقم بي اللي هو الفحم طبعا دي الإجابة علشان الفحم اللي احنا فاكرين كان بيتكون من تحل البقايا من اللي هي النباتات اللي هي الجافة بعد ان بيضغطيها اللي هي مئات من الأمطار من اللي هو الطين واللي هو الصخور رقم بي الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بيتكون نتيجة تحل البقايا اللي هي الحيوانات اللي هي البحرية اللي هي القديمة بعد ما اوته ودفناه سريعا فيه اللي هو قاع المحيط النفط نفس الكلام عندنا بردق بتكون نتيجة تحلو البقايا اللي هي الحيوانات اللي هي البحرية اللي هي القديمة بعد ما وتودفناه سريا في قائي المحيط يبقى الحاجة اللي احنا نختاره اللي هي مين اللي هي الفحم تحول المولدات القهربية الطاقة نقط الى طاقة قهربية المولد يطر يحول الطاقة ايه لطاقة قهربية يطر كمية ايه ولا الحرارية ولا الحركية ولا الصوتية طبعا يحول الطاقة مين اللي هي ايه اللي هي الحركية الى طاقة ايه اللي هي قهربية يعني الإجابة اللي هي رقم مين؟ رقم جيم اكتب المصطلح العلمي رقم واحد مواد طبيعية تتجدد بمعدل أسرع من استهلاكها طبعا دي بسمها إيه؟ اللي هي المصادر اللي هي المتجددة يبقى أول حاجة كده المصادر المتجددة ظاهرة تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة زيادة حرق الوقود اللي هو الحفري بسمها ظاهرة مين اللي هي الاحتباس الحراري الاحتباس الحراري أكمل مما بين القوسين من مصادر الطاقة المتجددة إطار الرياح ولا الوقود الحفري طبعا مين اللي هي الرياح تتميز الدلتة بالخصوبة المرتفعة لاحتوائها على كمية كبيرة منين يطرى من الرمال ولا من اللي هي الطامية طبعا مين اللي هو الطامية تستخدم الطاقة الناتجة من تضفق المياه المحتجزة خلف السدود في توليد طاقة أيه يا طرى ضوئية ولا قهر مائية طبعا مين اللي هي طاقة أيه اللي هي القهر مائية لاحظ الشكل الذي يمامك ثم اختر هذا النوع من التضريس يسمى يا طرى أيه كذبان الرملية ولا أخدود طب لو احنا فاكرين يعني ايه كذبان رملية خذ بان الرملية اللي هي عبارة عن تلال مكونة من الرمال طب هل اللي قداما كده طبعا لا الحاجة الثانية اللي هو مين اللي هو الاخدود وطبعا دل اللي هو قدامنا لان الاخدود اللي وحنا فاكرين كان عبارة عن واد وادي بيكون عميق الجوانب بتاعته بيكون شديدة ايه اللي هو الانحضار تتكون هذه التضريس بفعل التجوية ونقط يطر الترسيب ولا التعرية طبعا نتيجة مين عملية مين اللي هي التعرية هنحل مع بعض الاختبار رقم 2 صفحة 222 ده علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية رقم 1 يختزن الفحم طاقة حرارية تتحول بالاحتراك الى طاقة كيميائية هل الكلام ده صح طبعا كلام ده غلا ده مفروض العكس المفروض الفحم بيختزن طاقة ايه طاقة كيميائية تتحول الى طاقة ايه حرارية يبقى نشيل اللي هي حرارية ونكتب مكانها ايه كيميائية الكلام ده لهو طلب منه تصحيح العبارات اللي بنا يبقى ده كيميائية وديت ايه حرارية يعود اصل النفط والغز الطبيعي الى بقايا حيوانات بحرية قديمة صح والغلط طبعا صح احنا عارفين اللي هو النفط تكون من تحالل اللي هي بقايا اللي هي الحيوانات اللي هي البحرية القديمة بعد موتها ودفنها سريعا في قعمين اللي هو المحيط تتحول الطاقة القهربية في المروحة الى طاقة طاقة حركة طبعا صح دلتا نهر نيل ارض غير مستوية واسعة غير خزبة هل الكلام ده صح طبعا كلام ده غلط احنا عارفين اللي هي الدلتا دي بيكون عبارة عن اللي هي ارض رطبة واسعة تكونت نتيجة اللي هي ترصيب اللي هي الرواسب اللي بتبدأ تحملها مين اللي هي المياه ايه اللي هي متضفقة وطبعا ميكون ايه خزبة اذكر وظيفة اللي هي التوربينات الهوائية الحديثة عندنا الوظيفة بتاعتا انها بتحول طاقة اللي هي الحركة تحول طاقة الحركة الى طاقة ميكانيكية وتستخدم في توليد الطاقة القاربية اختر الاجابة الصحيحة تراكم الرواسب الناتجة من تفتت الصخور يعرف بعملية ايه التجوية ولا التعرية ولا التجوية الكيميائية ولا الترصيب طبعا بسماء ايه عملية مين اللي هي الترصيب طب يعني ايه تجوية اصلا التجوية اللي احنا فاكرين ديها تعبارة عن عملية تكسير وتفتيت الصخور الى قطع صغيرة زي اللي هي الحصة او حبات الرمل انما عملية التعرية كانت تعبارة عن عملية نقل الرمال او الصخور او الطربة من مكان ايه الى اخر عندنا اللي هي عملية اللي هي الترصيب ديها تعبارة عن عملية اللي هي التجمع اللي هي الرأس بعد ايه تعريتها في مكان ايه في مكان اخر وعندنا طبعا التجوية كان عندنا فيه التجوية اللي هي ميكانيكية والتجوية اللي هي الكيميائية الطاقة النتيجة من الجهاز ولا تشارك فيه أداء وظيفته تسمى طاقة مستخدمة ولا طاقة مستهلكة ولا طاقة مهضرة ولا طاقة داخلة طبعا تسمى طاقة مهضرة زي مثلا خروج اللي هي طاقة حرارية أو طاقة صوتية لما شغل آلة معينة كل مما يلي مصادر متجددة للطاقة ما عاد يعني فيه واحدة غلط عندنا المياه طبعا ده مصدر متجدد الرياح مصدر متجدد منفعش اختارهم النفط طبعا ده مصدر غير متجدد الشمس طبعا ده مصدر ايه اللي هو متجدد أو بيسميه مصدر دائم اكتب المصطلح العلمي رقم واحد الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن يمكن أن تتحول من صورة إلى أخرى بسميه قانون بقاء الطاقة عملية تقصر وتفاتت الصخور إلى أجزاء صغيرة ما سميه عملية اللي هي التجوية التجوية اختر من العمود بي ما يناسب اللي هو العمود ألف أول حاجة اللي هي الأخديد الأخديد كده نشوف اللي يماشي معنا تتميز بجوانب شديدة ايه؟ الانحضار يعني واحد مع مين مع جيم رقم اتنين الوديان الوديان اللي ماشي معنا مناطق منخفضة بين جابلين تتميز بجوانب قليلة ايه؟ الانحضار ايبا مع مين مع ألف الرقم ثلاثة اللي هي الدلتة الدلتة اللي هي ماشي معنا اللي هي رقم مين؟ رقم بيه؟ أرض رطبة واسعة تكونت من ترسيب الرواسب التي تحملها المياه المتضفقة ايبا مع مين؟ اللي هي مع بيه؟ اللحظ الشكلين مقابلين ثم أكمل تغير لون الصخرة في الشكل رقم واحد اللي هي قدامنا ديت نتيجة تعرضها لتجوية ايه؟ احنا عارفين التجوية في نوعين عندنا في تجوية اللي هي ميكانيكية وتجوية ايه اللي هي كيميائية وطبعا هنا اللي يؤدي إلى اللي هي تغير لون الصخرة اللي هي تجوية مين؟ اللي هي ايه؟ الكيميائية يبا هنا نتيجة تعرضها لتجوية ايه؟ كيميائية التدريسة التي يوضحها الشكل الرقم 2 تسمى ايه الرقم 2 ده عبارة ايه طبعا دي بسمها قزبان ايه قزبان رملية قزبان رملية وقزبان رملية اللي احنا فاكرين كانت عبارة عن تلال من اللي هي الرمال تلال من اللي هي الرمال تكون بفعل مين بفعل اللي هي الرياح هنحلم مع بعض كده الاختبار رقم 3 دلتا ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية اول حاجة تحدث التجوية الميكانيكية عندما تتفاتت الصخور بفعل الحمض الذي تنتجه الاشينات طبعا الكلام ده غلط هي مفروض التجوية مين اللي هي الكيميائية فلو هو طلب مني تصحيح اشيل اللي هي الميكانيكية وكتما كان ايه الكيميائية رقم 2 تتكون الدلتا بفعل الرياح على العكس من الوديان التي تتكون بفعل اللي هي الماء طبعا الكلام ده ايه غلط احنا عارفين ان الدلتا ديت عبارة عن ارض اللي هي بيكون رطبة واسعة تكونت نتيجة اللي هي ترصيب اللي هي الرواسب اللي بتحميلها مين اللي هي ايه المياه المتضفقة اما اللي هي الوديان ده عبارة عن منطقة منخفضة بين جابلين بيكون جوانبها بيكون قليلة اللي هي الحضار وعندنا هنا اللي هو الوادي او الوديان متتكون عن طريق اللي هي التجوية وعملية مين اللي هي ايه التعرية بفعل اللي هي الانهار او اللي هي الجدول مين اللي هي المائية رقم ثلاثة تغير لون الصخور اثناء تفتتها دليل على حدوث تجوية كيميائية صح ولا لا طبعا صح الطاقة الناتجة عن الراديو وتعتبر وتعبر عن وظيفته والاساسية هي الطاقة الصوتية صح ولا لا طبعا صح احنا عارفين طبعا الراديو بيحول الطاقة اللي هي القهربية لطاقة ايه صوتية اذكر اسم التضاريس التي تتكون عندما تلطقي مياه النهر بمياه البحر واحدد اسم العملية التي تسبب ذلك طبعا هنا لما بيحصل عملية التقاء بين مياه النهر مع مياه البحر بيكون مين بيكون اللي هو الدلتة بكون مين اللي هي الدلتة الدلتة اللي إحنا فاكرين ده تعبارة عن ارض راطبة واسعة تكونت نتيجة ترصيب اللي هي الرواسب التي يتحملها مين المياه المتضفقة خلي بنا طيب أن أعوز هنا اسم العملية اللي هي بيتم عن طريق طبعا دي بسا ما عملت مين عملية الترصيب عملية الترسيب اختر الإجابة الصحيحة يعتبر نقط من مصادر الطاقة غير المتجددة عايزين حاجة غير ايه غير متجددة الماء مصدر متجدد انما الفحم لا فاذا ما انفعش اختار ضييت الفحم مصدر غير متجدد النفط غير ايه غير متجدد تمام وبالتالي هنا بقول لي مين مصادر الطاقة ايه غير متجددة فاصبحت دي Everyday الإجابة الصح الماء مصدر متجدد ما نفعش اختاره الرياح مصدر متجدد ما نفعش اختاره الماء مصدر متجدد البنزين مصدر غير متجدد فإذا هنا فيه واحدة غلط فأصبحت إيه لجابة إيه غلط تستخدم نقط في تخزين الطاقة الكيميائية تخزين الطاقة مين الكيميائية الألواح الشمسية ولا توربينات ولا مولدات ولا البطاريات طبعا مين اللي هي البطاريات كل مما يلي يستخرج من بطن الأرض يعني فيه حاجة مش هنطلحها من بطن مين من بطن الأرض يطرق ايه النفط طبعا ده تطلع من بطن الأرض الغاز الطبيعي من بطن الأرض الفحم النباتي طبعا لا وبالتالي ديه الإجابة الفحم طبعا ده ثم تطلع منيه من بطن ايه أختب المصطلح العلمي رقم واحد وقود ينتج من الكائنات الحية مثل اللي هي النباتات بس الي هو الوقود اللي هو الحيوي الوقود الحيوي رقم اثنين تلوث سوائي مليء بالجسيمات الصغيرة في المدن القبرى يسبب تهيج الرئتين أو تالف اللي هو الجهاز اللي هو التنفسي بسميه الضباب الدخاني الضباب الدخاني أكمل مما بين القوسين يعني هنا مديني كلمتين أختار واحدة منهم مخرجات مخرجات خلي بالنا الطاقة من المكواة القهربية هي الطاقة إيه احنا عارفين طبعا المكواة اللي هي موجودة عندنا في البيت بتحول الطاقة القهربية للطاقة إيه إلى طاقة حرارية يبقى المخرجات بتاعت الطاقة إيه الحرارية تتجدد مصادر الطاقة نقط بمعدل أسرع من استهلاكها يطرى مين تعال نشوف كده الاختيارات اللي عندنا يطرى المتجددة ولا غير المتجددة طبعا نختار مين اللي هي إيه المتجددة يستارك نقط فترة زمنية قصيرة فترة زمنية ايه قصيرة تكون اللي هي الوديان ولا تهدم القلع اللي هي الرملية طبعا مين تهدم مين القلع ايه اللي هي الرملية انما طبعا اللي هي الوديان بياخد ايه بياخد اللي هو فترات ايه زمنية اللي هي طويلة بيستارك اللي هي عدة ايه عدة سنوات لاحظ الشكل الذي امامك ثم اكمل زي ما احنا شايفين دي عبارة عن ايه عبارة عن اللي هي طوحين اللي هي الهوى فبول هنا ومدخلات الطاقة عبارة عن طاقة ايه طبعا ديت عبارة عن طاقة مين طاقة اللي هي الرياح طاقة الرياح وعند curves وعند هنا اللي هي مخرجات الطاقة اللي هي رقم اتنين طبعا ديت عبارة عن طاقة ايه طاقة كهربية كهربية هنحل مبعد كده الاختبار رقم اربعة اختر اللي جابت صحيحة تعمل معظم محطات توليد القهرباء باستخدامي طرقية الوقود الحيوي ولا الوقود الحفري ولا الرياح ولا الطاقة الشمسية طبعا هي ابتشارها من طريق مين الإنگ delawoieeة الحفري لو احنا فاكرين اللواء الوقود اللواء الحيوي ده عبارة عن وقود يمكن انتاجه من اللواء الكائنات الحية زي النباتات وبعد المواد التانية زي الخشب زي الفحم النباتي زي اللواء الوقود الحيوي السائل اللي احنا بنطلعه من اللواء العجب ورقائك اللي هو الخشب والزرع أما اللي هو الوقود الحفري ده عبارة وقود بينتج من تحلل بقايا النباتات والحيونات اللي هي عاشت على الأرض منذ ملايين السنين خلي بنا واندفنت سريعا بعيدا عن سطح الأرض زي اللي هو الفحم أو الغز الطبيعي أو النفط طبعا الريحة نعرفينها والطاقة شمسية هي عرفينها أي من التضاريس الهاتية تكونت نتيجة عمليتي التعرية والترسيب عاوزين هنا العملتين مع بعض تعرية وإيه؟ تعرية وترسيب الأول حاجة عندنا اللي هو الخدود ولا الوادي ولا القزبان الرملية ولا اللي هي الصخور اللي هي السحلية طبعا نختار مين الصح عندنا اللي هو مين اللي هي القزبان اللي هي الرملية تكونت نتيجة عملية اللي هي التعرية وعملية مين اللي هي الترسيب نستطيع تعويض نقط بمعدل أسرع من استهلاكه يا طرق النفط ولا الريح ولا البنزين ولا الغاز اللي هو الطبيعي عاوزين حاجة هنا نعوضها أكثر من أكثر من هي استهلاكه طبعاً هندور على الطاقة متجددة هذه هي الرياح إنما طبعاً عندنا النفط والبنزين والغاز الطبيعي كل دياتاً مصادر محدودة للطاقة الطاقة الداخلة للغسالة القهربية هي طاقة إيه؟ هي الغسالة القهربية من شغالها بإيه؟ نحن طبعاً من شغالها بالطاقة من التي هي القهربية؟ فالطاقة القهربية صح إنما طبعاً صوتية غلط حركة غلط ضوائية غلط ما هي العملية التي يتم فيها نقل حبيبات الرمال أو الصخور من مكان إلى آخر طبعا دي تنعى بسمية عملية مين اللي هي التعرية عملية التعرية وعملية التعرية لما اجعل رفع عبارة عملية نقل الرمال أو الصخور أو الطربة من مكان إلى آخر ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية أول حاجة رقم واحد القهرة بقى الناتجة من المياه تعرف بالطاقة القهرومغناطيسية هل كلام ده صح؟ طبعا كلام ده غلط لو طلب من تصحيح حشيل اللي هي القهرومغناطيسية واكتب مكانها اللي هي القهرومائية تعمل الرياح والرمال معنى على تغيير مظاهر سطح الأرض صح ولا غلط؟ طبعا صح نحن عارفين طبعا بيكون اللي هي الوديان والغديد والدلتة والحاجات دي كلها نتيجة مين اللي هي الرياح واللي هي الرمال الأمطار الحمضية تسبب تلوث الماء والطربة طبعا صح تعتبر الأخديد نوعا من الوديان العميقة شديدة الانحضار برضك ايه صح اذكر أحد العوامل المسببة للتجوية الكيميائية للصخور احنا عارفين اللي هي التجوية الكيميائية عندها تعبارا عملية تفتت الصخور إلى قطع صغيرة مع تغير طبيعة مين المواد اللي هي مكونة لها طب ايه العوامل اللي هي تأثر في عملية اللي هي التجوية الكيميائية؟ عندنا أول حاجة اللي هي رقم واحد اللي هو الهواء الهواء هيعمل ايه؟ طبعا ده يؤدي إلى اللي هي التفاعلات اللي هي التفاعلات الكيميائية بين الهواء والمعادن المكونة للصخور ممكن نتكلم على المية ممكن نقول له رقم اتنين اللي هي المية الماء طب الماء هيعمل ايه؟ هتزيب المعادن المكونة للصخور ممكن برضك هتكلم على الأحماض رقم 3 اليمين الأحماض الأحماض هتفتت الصخور عن طريق اللي هي الأمطار اللي هي الحمضية أو اللي هي الأحماض اللي هي بتنتجها مين اللي هي الأشينات إثناء نموها أكمل العبرات التالية رقم 1 تتحول نقط إلى طاقة كهربية في الطواحين الهوائية الحديثة هتتحول مين طاقة مين طاقة اللي هي اللي هي الحركة يبقى تتحول طاقة مين اللي هي حركة الرياح أول ممكن أوله طاقة إيه؟ الحركة الفحم النباتي من أمثلة الوقود طبعا ده مسمي لبالوقود二 ووقود اللي هو إيه؟ الحيوي وكلمة اللي هو ووقود حيوي يعني Hej ده ووقود يمكن ينتاجه من اللي هي الكائنات اللي هي الحية زي يمين زي النباتات أو بعض المواد إيه؟ الأخرى زي اللي هو الخشب تمام أو اللي هو الفحم النباتي اللي هو قدامنا ده أو اللي هو الوقود الحيوي السائل لو بينتج منين من اللي هو العجب وهي رقائق الخشب والزراء تتكون الأخديد عند جريان الماء بقوة على الصخور بفعل عملية مين طبعا دي بسميها بفعل عملية مين اللي هي التعرية عملية التعرية أكتب المصطلح العلمي الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم بسميه قانون قانون بقاء الطاقة رقم اتنين منطقة منخفضة بين جبلين جوانبها شديدة الانحضار ده اللي هو الخدود هو ممكن نقول الاخديد تعالنا نحل مع بعض كده الاختبار رقم خمسة صفحة ماتين وخمسة ده علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية تجمع المرايا المقعارة أشعة الشمس لتسخين وطهي الطعام طبعا صح علشان دي بسميها مرايم اللي هي مجمعة تزداد التعرية عندما يزداد تضفق المياه على الصخور برضك صح لا يحدث فقد للطاقة عندما تتحول من صورة إلى أخرى طبعا الكلام ضغلت طبعا بيكون فيه فقد فيه فيه اللي هو الطاقة على صورة طاقة ايه اللي هي حرارية حدد نوع التجوية التي تحدث العوامل الآتية من حيث كونها كيميائية أو أم ميكانيكية يعني أولي متن اللي هي كيميائية متن ايه اللي هي ايه ميكانيكية أول حاجة اللي هي الأمطار الحمدية طبعا دي تنوعب يسميها تجوية ايه كيميائية تجوية كيميائية وخلي بقنا اللي هي تجوية كيميائية بتؤدي لحدوث تغيرات فين بتؤدي تغيرات أكبر من اللي هي تغيرات اللي هي بتحدثها من اللي هي تغيرات مين اللي هي الميكانيكية رقم اتنين تجمد وانصهار الماء داخل الشقوق اللي هي الصخور ما ساميها طبعا دي تجوية ميكانيكية اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد أي من مصادر الطاقة الآتية لا يمكن تعويض ما يستهلك منها في وقت قصير يا طرق أول حاجة عندنا الشمس طبعا ده مصدر مصدر دائم عندنا الماء مصدر متجدد الرياح مصدر متجدد إنما الأقود الحفر طبعا ده مصدر محدود وبالتالي نختاره يتعرض الحديد المكون لمعادن الصخور لعملية تجوية كيميائية عند تفاعله مع غاز مين مكونا صدق أحمر يا طرق يتفعل مع مين سنقصيد الكربون ولا الاكسجين ولا الهيدروجين ولا الهليام طبعا مين اللي هو الاكسجين الاكسجين بيتحد مع الحديد وبيكون حال اسمها اللي هو صدق الحديد أو بسم مين اللي هو اكسجيد اللي هو الحديد الإصراف في قطع الأشجار للحصول على الأخشاب يتسبب فيه يا طرق أول حاجة عندنا اللي هو زيادة غاز الاكسجين طبعا لا ده مفروض يقل الحفاظ على البيئة طبعا لا طبعا المفروض العكس إزالة الغابات طبعا دي تصح تكون النفط طبعا ايه لا يتكون النفط من بقايا يطار أول حاجة اللي هي دينصرات ولا كائنات بحرية ولا نباتات جفة ولا أشياء اللي هي غير حية طبعا نختار مين اللي هي كائنات ايه كائنات اللي هي البحرية احنا عارفين اللي هو النفط تكون من اللي هي بقايا مين اللي هي كانت ايه اللي هي البحرية طبعا الكلام ده الكلام ده منذ ايه ملايين السنين نتيجة تحلل اللي هي بقايا الحيانات اللي هي البحرية قديمة بعد موتها ودفنا ايه سريعا في قاع ايه في قاع اللي هو المحيط انما طبعا عندنا اللي هي النباتات اللي هي الجافة طبعا ديتنا بيكون اللي مين اللي هو الفحمة اللي بنها ما اوجه الشبه بين الاخديد والوديان طب الاختودة عندنا ده عبارة عن ودي عميك يتكون في الارض نتيجة تضافك الماء لفترة طويلة طب الوادي عبارة عن منطقة منخفضة بين جابلين الجوانب بتاعته بيكون ايه قليلة ايه انحضار طب هم الاتنين مشتركين مع بعض فين هم الاتنين تكونوا نتيجة مين تعرض الصخور للتجوية والتعرية يبقى هنا هم الاتنين اقول له تكونة نتيجة تعرض الصخور لعملية التجوية والتعرية بسبب حركة الانهار او الجداول المائية اكمل العبارات الاتية رقم واحد تستخدم التوربينات الهوائية الحديثة فيه توليد القهرباء يجب ترشيد استهلاك الماء على الرغم من انه مصدر طاقة ايه طبعا ده بيسميه مصدر طاقة متجدد متجدد الطاقة الداخلة في المصبح اليادوي هي الطاقة ايه طبعا بيسميها الطاقة مين اللي هي الكيميائية الكيميائية لان بيشتغل عن طريق اللي هو الحجر والحجر ده او بيسميه اللي هو العمود الجاف ده بيحتوي على طاقة ايه كيميائية بتتحول الى طاقة ايه كهربية تسحب نقط الصخور الى اسفل فتتسبب في تعريض الصخور اللي هي مين اللي هي الجاذبية الجاذبية علل الوقود الحيوي ووقود متجدد اقول له لانه يتجدد بمعدل اسرع من استهلاكه وخلي بقنا اللي هو الوقود اللي هو الحيوي ده عبارة وقود يمكن انتاجه من اين من الكنات ايه الحيوي زي النباتات وبعض مين اللي هي المواد الاخرى زي اللي هو الخشب او اللي هو الفحم النباتي او اللي هو الوقود الحيوي السائل اللي احنا ما نطلعه من اللي هو العجب او رقائك اللي هو الخشب والله هو الزرع يا رب كنفهمنا ما تنسوناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طارو الى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة وبتوفي للجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة